السلام عليكم ازايكو اخباركو ايه يا ربو كونوا بقى الفخير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة اكيد كالعادة لسيدات مختلفة ومتلوعة كل واحدة فيهم وزي ما تعودنا مع بعض لها طريقة واسلوب معين في التنظيم والترتيب بتاعها واكيد كل واحدة فينا بتحلم ببيت منظم وكمان يكون عندك كل حاجة في البيت حتى كمان لو هتستغلي ابسط الامكانيات عندك هنشوف النهاردة نماذج لسيدات بتفكر حتى بإمكاني هي بسيطة جدا متوفرة في منزل كل واحدة فينا ان هي تعملها منظمات صدقوني هتنبهروا جدا دلوقتي من لا شيء اطبح معانا شيء وليه قيمة قويسة قوي هتشوفوا معانا مع بعض دلوقتي كل الافكار دي والسيدات فعلا دول بيفكروا ازاي فطبعا هتشوفوا معانا نماذج حلوة قوي وطبعا فيديو ما بيكون طبعا كده الشامل لسيدات كتيرة بنتلع حتى لو بفكرة بسيطة من كل واحدة من دول ووجه الاستفادة اكيد بيكون كبير جدا يعني اكيد مش شرط تنفيذي كل الطلبات لكن اكيد كل واحدة فينا بتحاول تستفيد حسب وجهة نظرها وكمان برضو ايه المناسب لها في البيت تعالوا مع بعض كده نكمل فيديو النهاردة وطلبة منكم طلب بسيط كده واحنا بنكمل الفيديو اتمنى منكم ما تنسوش دعمكم ليه للقناة باللايك وللسه مشتركش ينزل دلوقتي حالا معايا فعل زر الجرس عشان تتابعوا كل الفيديوهات والسيدات المتنوعة اللي انا دايما بحاول اوصل لها وابهركم بيها وتعالوا مع بعض كنشوف طبعا التنظيم والترتيب عند كل سيدة من دول بيبدأ باي وكمان بينتهي باي وصدقوني طبعا محمن كاية الافكار المتنوعة والمطابخ المختلفة والمنازل بمستباتها كمان المختلفة لكن كل واحدة فينا بتطلع زي ما قلت لكم حتى لو بفكرة تقدر تنفذها عندها في البيت دي كرات بسيطة افكار بسيطة كمان بتبهرنا كلنا وطبعا كل سيدة من دول زي ما قلت لكم مستوى المعيشة بتاعها المختلف بيفرق والنتيجة كمان في النهاية بتكون سعيدة ومبهرة لنا كلنا نشوف مع بعض طبعا كده التنظيم والترتيب فقبها الصور بتاعته وكمان طبعا التغييرات النموذجية بتكون شاملة نشوف هنا مع بعض كمان كده طبعا تنظيم بقى الدولاب بتاعك سواء طبعا الملابس دولاب المطبخ وكمان مجموعة من المنظمات اللي احنا اكيد دلوقتي كل واحدة فينا ما تقداش تستغنى عنها ويصدقوني يا جماعة من معظم الاسعار دي بتكون بسيطة جدا يعني المنظم اللي قدامنا ده طبعا فيه اسعار وكمان خمات ومنتجات كتيرة جدا يعني ممكن تجيبيها من خلال المنظم ده وطبعا كل واحد وامكانياته يعني اكيد عندك طبعا الخامة التقيلة شوية الخامة الخفيفة تقدير طبعا تجيب المناسب لكي واللي كمان اكيد هتشوف ان هو هيرياحك في البيت بصورة اكبر طبعا بقى حابة تحتفظ به فوق الدولاب تحت السرير طبعا كل واحدة فينا بتنظم عندها البيت بطريقة واسلوب معينة هنا كمان برضو كده حتى الادراك طبعا بتاعة الملابس او الشرابات كلها طبعا منظمات سريعة وفي نفس الوقت اكيد تصدقيني بتخليلك الشكل الجمالي عندك في البيت احسن بكتير يعني مين فينا كده بتحلم بمنزل منظم ومرتب حتى كمان لو بافكار بسيطة تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده ازاي تحفظي على الخامات او المنتجات اللي موجودة عندك في البيت المكنسة كمان برضو يعني اغراج كتيرة جدا اكيد خاصة بالاداة الكهربائية وكل منتج فده ازاي تحفظي على جماله وشكله كمان يكون انضف معاك بصور اكبر يعني المروحة كمان الغسالة التلاجة البتجاز كل المنتجات دي اكيد والخامات بتاعتها كلنا اكيد بنحاول ان احنا نحافظ عليها عشان تستمر معانا الفترة اطول هنا كمان برضو كده حق المنشر بتاع الملابس طول ما انت بتحفظي على الحاجة اكيد هتعيش معاك الفترة اطول اكيد طبعا امكانياتنا متسمحناش ان احنا كل يوم نشتري اكيد تربيزة جديدة نشتري غسالة نشتري بوتجاز جديد لكن طبعا المحافظة على الخامات والمنتجات لقدامك هي اللي بتخليها تستمر معاك لفترات اطول تنظيم تحت الحوض ده من الحاجات كمان الاساسية اللي كل واحدة فينا اكيد بتدور عليها ازاي حاجتك تعيش معاك الفترة طويلة وفي نفس الوقت كمان المنظر الجمالي للبيت عندك يكون كويس جدا وزي ما قلتلكم المكان اللي تحت الحوض ده تقدري طبعا تستغليه حتى لابه منظمات سهرها بسيط قوي يعني طبعا مش شرط الجيبي هنا المنظمات اللي اسعارها غالية ممكن اي منظم عندك وفي ناس كمان بتضطر تحط هنا علبة بلاستك كده ممكن تكون كتفايدة عندك من حاجات كتيرة استغلتيها وحولتيها طبعا لمنظم يعني كل الافكار دي في ايدك انتي حتى كمان غسيل طبعا صوات المطبخ اللي كل واحدة فينا بتكون حابة ان هي تحافظ على المنتجات والخمات بتاعتها الفترة طويلة طبعا حطي كده مياه مغلية على النار وشوية كمان من الخل واي مسحوق طبعا موجود عندك وشوية من الكاربوناتو ليه لا بقت ما بقى تعملي الحركة دي عشان اكيد يعني عملية تعقيم شابلة لكل الخمات عندك في البيت وفي نفس الوقت كمان تضماني ان الحاجة بتاعتك تكون متعقمة ونضيفها وزي الفل ندخل كمان دلوقتي بقى كده على الفكرة السحرية السيدة اللي قدامنا دي امكانياتها وزروفها المدية كويسة جدا وده ما يمنعش ان هي جابت معاني الازايز بتاعي طبعا الكوكولة او اي طبعا منتج موجود عندك في البيت ويمكن كلنا بيوتنا ما بتخليش ابدا من الازايز اللي زي دي وقالت ليه لا ما حولهاش كده لمنص من البقوليات جابتها وبدأت حط فيها البقوليات اللي انت طبعا حابت حطيها عدسة او اي نوع تاني وبدأت طبعا كده اتعبي بالشكل ده ويصدقيني مجارب مشارك بس كده الاستيكر او اللي برز من الموجود برا بقى شكلها حلو جدا مين فينا يصدق ان دي الازايز اللي كانت موجودة معانا في البداية بنفس الشكل بتفاصيل بتاعتها ويصدقوني بقى شكلها حلو جدا يعني منتج كده بسيط ملا شيء دي ينبص هنا كمان برضو كده طبعا على تنظيف الشفات طبعا كل واحدة فينا بتبدع بطريقتها واسلوب معينة ومش هننكر ان الخلي والكربوناتو اي مسحوق طبعا عندك لتنظيف وازالة الدهون هيوصل معيك الهدف والغرض اللي انت عايزه ندخل كمان دلوقتي مع بعض كده على الروتين السايدة اللي قدامنا دي وزي ما قلت لكم كل واحدة فينا لها طريقة واسلوب معينة لكن النتيجة في النهاية هي ان المنزل يكون منظم ومرتب زي ما بنشوف مع بعض اشتركوا في القناة بالنسبة كمان طبعا بقى للسايدات اللي بتحب التنظيم والترتيب وكمان برضو تخزين طبعا حاجات رمضان تقدري من خلال المقطع ده تخطي افكار كتيرة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زر الجرس واتمنى تتابعوني دايما على طول واشوفكم انسى الله على خير بكرا في فيديو جديد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر